السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم كل سنة أنا أو كل مرة بصير في انتخابات بحاول أني أعمل ملخص للبلادفورمز أو الخطة الانتخابية لجميع الأحزاب اللي نازلة أو الأحزاب الكريم الفيديو هذا برعاية هلا كندا هلا كندا هي شبكة إعلامية عربية كندية دخلت المنازل والبيوت الكندية من أوسع أبوابها لمصداقيتها تابعوا هلا كندا على موقع هلاكندا.ca وإن شاء الله تستمتعوا وتجدوا فيها ما يفيدكم طبعا الانتخابات بشكل عام في كندا مهمة جدا ليش؟ لأنه إحنا مواطنين كنديين ولازم يكون إنا صوت وصورة في هذه الانتخابات وتمثيل حقيقي فعشان نكون واقعيين للأسف الانتخابات في كندا بتم تصويت بالانتخابات مقسم إلى ثلاث أقسام أو ثلاث محاور حوالي ستين إلى سببين بالمئة من الناس في كندا بصوتوا لرئيس الحزب وهذا خطأ كبير ما في حدا بصوت لرئيس الحزب مباشرة أنت بتصوت لممثل البرلمان عن منطقتك وهذا الممثل هو اللي بوصل عن طريق الحزب بيكون ممثل مثلا الحزب الفلاني وانت بتصوت له وبالتالي بروح صوتك لما كنا أنه أولي شي رئيس الحزب وهذا فعليا هو الواقع أنه معظم الناس بتصوت لرئيس الحزب وهو الصورة الكبرى للحزب العدد أو النسبة الأقل اللي حوالي 20% بتصوت للكانددت نفسه بشوفوا والله الكانددت بيحكوا معاه والله كويس شافوا ديبيت بين الكانددتس وعجبهم كانددت معين عن الحزب الفلاني فبيصوتو له والشغلة الثالثة للأسف اللي هي أقل إشي ناس بتطلع عليها اللي هي تقريبا 10% إلى 15% اللي هو البلاتفورمز تبع الحزب أو اللي هي الخطة الرباعية للأربع سنوات القادمة اللي بدي قوم فيها الحزب في كتير أمور اليوم إحنا عمني لكولة 17 شيء فالفيديو رح يكون طويل بس أنا بالنسبة لي هذا أهم شيء عشان أعرف أي حزب رح أنتخب وأي كانددتس من أي حزب ليوصل للبرلمان بدي ألخص لكم إياهم رح أحكي كتير رح أقرأ من الورق لأنه صعب أنك تحفظ كل هاي الشغلات فخليكم معنا حاول أحط لكم فلاشز عشان تعرفوا عن أي حزب بحكي رح يكون في 17 نقطة ملخصات لدينا هنا وإن شاء الله تقدروا تستفيدوا منهم النقطة الأولى اللي هي الكاربون تاكس اللي هي ضريبة الكربون أو ضريبة التلوث البيئي اللي فرضتها حكومة الليبرال في السنة الماضية طبعا بالنسبة للليبرال بيحكوا أنه الآن الضريبة هي 20 دولار للطن في العام رح يزودوا 10 دولار كل سنة إلى أن تصل إلى 50 دولار للطن بحلول 2022 يعني 2022 الكونزيرفاتيف بيحكي أنه مش هيفرضوا ضريبة فيدرال هيتركوا هذا الموضوع للمقاطعات تقرر قديش بدهم يفرضوا ضريبة على الكربون ورح يستثمروا المصاري اللي طالعا في الكلين تكنولوجيا أو تكنولوجيا الخضراء النيو ديموكراتز رح يحكوا أنه أو هم مع الاستمرار في فرض ضريبة الكربون لكن بدهم يعملوا برامج خصومات للأشخاص اللي أقل دخلا وإضافة أنه يضيفوا ضرائب على المصانع اللي بتنتج كربونات البلوك كوبكواز اللي هو بيعارض بناء خطوط الأنابيب وبده يستثمر في أو الاستثمار في مشاريع الوقود الإحفوري ووعد أنه يخصم دعم في غضون مئة يوم بعد الانتخابات إذا وصل ويخترح الحزب برضو استخدام هذه الأموال في تعزيز الطاقة الخضراء أو الطاقة النظيفة الجريم بارتي طبعا إحنا عارفين هذا الجريم بارتي اللي هو بارتي تبع البيئة بدعم الضريبة بشكل كامل وبالعكس بده يزود عليها اللي فرضها الحزب الليبرالي البيبولز بارتي نفس تقريبا الكونزيرفاتي بيحكي أنه سيترك الأمر للمقاطعات لتقرر ما إذا كانوا يريدوا فرض أي أسعار على الكربو الـ Childcare أو رعاية الأطفال زاد الحزب الليبرالي المبلغ اللي بيحصل عليه الأسرة في إعانة الطفل وبيخترحوا زيادة بنسبة 15% للعائلات اللي عندهم أطفال تقل أعمارهم عن عام واحد طبعا الحزب الآن بده يعمل هذه الإعانات معفاة من الضريبة ووعد أنه تصل إلى 250 ألف موقع جديد رعاية الأطفال قبل المدارس وبعد المدارس واقترحوا برضه إجازة لمدة 15 أسبوع للوالدين اللي بيعملوا التبني بالنسبة للكونزيرفاتف تعهدوا بالحفاظ على المبالغ اللي بتدفعها الحكومة الليبرالية الحالية للـ Childcare أو Child Assistance وحكوا أنه بدوا يزيدوا هاي النسبة بنسبة لا تقل عن 3% كل عام وبدوا يعملوا فوائد التأمين على العمل للآباء الجدد معفا من الضرائب بالنسبة للـ New Democrats برعاية الأطفال بدهم يخصصوا مليار دولار لزيادة لرعاية الأطفال بأسعار معقولة اللي هي الـ Childcare الـ Childcare يعني الـ Daycares بدهم يخصصوا مليار دولار وما تكون هادفة للربح يعني بده تكون non-for-profit organization وزيادتها سنويا وتنفيذ برنامج التغذية المدرسية الوطنية حكوا شوية عنه الـ Liberal بس مش كتير واضح هادول بدهم يعملوا انه كل الأطفال بفطروا في المدارس أوكي ببرنامج غذائي مكتمل بيشربوا مثلا حليب وغيره بلوك كوبكواز ما حكوا اي شي على هذه الموضوع الرعاية وهذا الارجح لانه ما في مشكلة كبيرة اصلا في كيبيك بالنسبة لهذا الموضوع الجرين بده برنامج عام لرعاية الطفل بابلك مع التركيز على انشاء مساحات لرعاية الأطفال في أماكن العمل يعني المرة بتروح تشتغل بكون عمدها عمر ولد سنتين بحطوله مكان ديكير وتخطط لانشاء مفوضية للأطفال تحتم بهذه الأمور البيبولز بارتي ما عندهم اي شي بهذا الموضوع التغير المناخي أو الكلامت شينج الكلامت شينج طبعا من الشغلات المهمة كثير وبصير عليها كثير ديبيت الليبرال حكوا انه بدهم يلتزموا بالتقليص التدريجي من حجم من طاقة الفحم أو استخدام الفحم بحلول عشرين ثلاثين رح ينتهوا منها كما انهم بدهم ينتهوا من موضوع الوان تايم يوز بلاستيك يعني زي الكياس المعالي البلاستيك هاي مستخدمها الكاسات اللي هي وان تايم يوز بحلول عشرين واحد وعشرين الكونزيرفاتيز ملتزمين بتحقيق اهداف اتفاقية باريس وبدهم يفرضوا ضرائب على الانبعاثات الثقيلة وبدهم يعملوا اطلاق ائتمان ضريبي على براءات الاختراع يعني الخاصة بالتكنولوجيا النظيفة بالنسبة للانديبي عندهم تخفيض الانبعاثات بنسبة 38% على مستويات عام 2005 بحلول عشرين ثلاثين اللي هو اكثر من النسبة المطلوبة من كندا بالاتفاقية باريس وخمسة عشر مليار دولار على تحديث المباني خاصة الحكومية زيادة دعم المركبات الخضراء اللي ما بتطلع انبعاثات انشاء بنك مناخي للاستثمار في الطاقة المتجددة هذا البنك اللي هو environmental bank بده يعمل استثمار في الطاقة المتجددة النظيفة وفرض حضر على البلاستيك لأول مرة زي الليبرال بس بحلول عشرين اتنين وعشرين البلوك كبكواز بدهم يلتزموا باتفاقية باريس بتعارض بناء خطوط انابيب النفط اللي برال حنحكي عنها والاستثمار في مشاريع الوقود الاحفوري هذول التنتين بعرضوهم استخدام الاموال الموفرة من اي شيء لدعم وتعزيز الطاقة النظيفة بالنسبة للغرين طبعا هذا الملعب تبعهم الغرين بيحكوا انه خفض الانبعاثات الى ستين بالمية دون مستويات الفين وخمسة المطلوب منه تلاتين بالمية هذول بدهم ستين بالمية ضعف اه اتفاقية باريس اه ينهي طبعا لانه غرين يعني اه ينهي ارادات النفط الاجنبي الواردات النفط الاجنبي نهائيا ويعارض مشاريع الوقود الاحفوري اه يريد انشاء مجلس من اه جميع الاحزاب ومن السيناترز والمبيز لمعالجة التغير المناخي وانهاء دعم اه الوقود الاحفوري والنفط الاجنبي بالنسبة للبيبولز بارتي اه اه بعترف الزعيم انه اه اه فيه تغير مناخي بحدث وفيه مشاكل لكنه مش مقتنع انه البشر هم المسؤولين عن هذا التغير اه سينسحب نهائيا من اتفاقية باريس ويتخلص من اه اي شغلة بتروح على اه اي شغلة بتروح على اه اه النقطة الرابعة اللي هي العجز طبعا العجز اه العجز فيه الميزانية الميزانية الحزب الليبرالي تعاحد بالابقاء على العجز اقل من عشر مليارات الدولارات خلال الاربع سنوات القادم طبعا هو هلأ اكثر من عشر مليارات الكنزيروباتيفز وعد بنهاء العجز نهائيا اه مع خفض الدرائب بس ما اعلنوا كيف هاي الطريقة بالنسبة للنيو ديموكرات اه خطط الحزب لموازنة اه لموازنة الموازنة او انهاء العجز لكن برضو ما حكوا كيف في خطة عندهم البلوك بكواز ما حكى اي شي عن الموضوع لانه ما توقع انهم يوصلوا للرئاسة الكندا الجرينز طبعا التزب با اه برضو اه البالانس طبعا الميزانية خلال الخمس سنوات القادمة ولم يقدم فعليا طريقة او ارقام اه البيبولز بارتي وعد بنقضاء على العجز خلال سنتين فقط والحفاظ على ميزانية طبعا عشان يوصل لهذا بدي يعمل بالنسبة للنقطة الخامسة اللي هي استخدام الاسلحة او الكنترول اه الليبرال ما بين واضح شو الاستراتيجي تبادتهم بس في عندهم دراسة لحظر المسدسات والبنادق اه لحد الان القانون ما انهي لازم يصير فيه قانون في البرلمان الكنزيرفاتف بعرضوا بشدة حظر المسدسات بحجة انه انت بتعاقب الاشخاص اللي اه عندهم مسدسات بشكل قانوني وشرعي ويقترح اه الحظر مدى الحياة على الاشخاص اللي برتكبوا جرائم او نشاطات اه او عصابات اه نشاطات عنف ووعد المحافظون بتمويل الشرطة عشان يحاربوا اه هاي العصابات نيو ديموكراتز دعا الى منح المدن السلطة اه تنظيم حظر المسدسات ويريد القضاء على المسدسات غير القانونية والاسلحة المهربة اه اه طبعا دعم الشرطة بهذا الموضوع البلوك كبكواز ما حكوا عن اشي عن هذا الموضوع الجرينز اه بده اه يريد الحزبة ان يتأكد من ابعاد اه المسدسات المسدسات على المدن اه سيسمح بالمسدسات اذا كانت مقيدة بتأمين اه ميدان الرماية يعني هذا الشخص مدرب وعنده اه انشورنس عليها فهدون الناس بكون عندهم اه طبعا البيبولز بارتي انتقد الحزب اي تحركات لجعل هذه الملكية اكثر تعقيدا وقال انه هاي الاسلحة اه او الاسلحة النارية لا يمكن ايقافها مدى الحياة الا اه او لا تعطى الاينسز الا بعد التدريب اه المناسب طبعا رقم ستة اللي هي الرعاية الصحية والهيلث كير وهذا اعتقد انه مهم جدا لكتير ناس اه وقع الليبراليين اه تمويل اتفاقية تمويل للرعاية الصحية مع جميع المقاطعات والاقاليم احنا بنعرف ان الرعاية الصحية معظم الدعم بيجي من المقاطعة قليل ما بيجي من الفيدرال لكن وعدوا بزيادة السنوية بنسبة ثلاثة بالمية على الاقل لنقل الرعاية الصحية او اعطاء الرعاية الصحية مزيد من التمويل لبرامج خاصة الصحة العقلية والادمان والرعاية المنزلية اللي هي اه هوم كير اه والتزموا ايضا بدفع مبلغ اه خمس وثلاثين مليون دولار لبدع وكالة الادوية الكندية للتفاوض على اسعار الادوية عشان يعملوا لمت او سقف للادوية اه اسعار الادوية الكونزيرفاتيبز اه تعهدوا بالمحافظة على اه زيادة اه مدفوعات التحويلات الصحية الى المقاطعات اه بنسبة لا تقل عن ثلاثة بالمية غاد بس ثلاثة بالمية هون لا تقل عن ثلاثة بالمية كل عام ودعم ازاء اخرى من اتفاق الصحي ولكن رفضوا موضوع خطة الادوية او الصيدلية بشكل عام النيو ديموكراتس بدهم يوسعوا النموذج الحالي لل اه البابليك هيلث كير ليشمل تغطية الصحة العقلية اللي هو منتل هيلث الاسنان العيون والسماء كما اقترحوا ايضا خطة اسمها بابليك فارما كول اه فارما آآ اه فارما بلان او صيدلية المجتمع تغطي الأدوية اللي وافقت عليها وزارة الصحة الكندية بحلول آخر عام 2020 وستكلف حوالي عشرة مليار دولار يمكن أكتر شغلة رح يصرف عليها النيو ديموكراس البلوك كيبكواز حذر الحزب أوتوا من أنه كيبك تحتاج إلى المزيد من المال إذا كان بدهم يدعموا موضوع البرنامج الوطني للعقاقير طبعاً الجرين يعارضوا أي خصصة ضوء الهيلث كير وبعزوها أنه بدهم يسووا أكثر تمويل لتدريب الأطباء والممرضات وتوسيع برنامج القبالة أو الممرضة القانونية وبدهم يوسعوا نطاق التغطية الصحية لتشمل أيضاً صيدلية للجميع بالإضافة لرعاية الأسنان للكنديين ذوي الدخل المحدود البيبولز بارتي يقترح جعل المقاطعات والأقاليم مسؤولة مسؤولية كاملة يعني نبدوش أنه حتى الفيدرالي يدفعوا أي شيء في الموضوع وسيستبدل التحويلات الصحية هاي بنقاط تعطى للبروفينسز عشان تخفف عنهم الضريبة يستخدموها في الرعاية الصحية رقم سبعة اللي هو الإسكان الليبرال شو بيحكوا إنه خمس وخمسين مليون دولار إلى بناء مئة ألف وحدة سكنية ميسورة التكلفة على مدى عشر سنوات مئة ألف وحدة سكنية للأشخاص لو الدخل المحدود وبدهم يزودوا الحافز لمشتري المنازل لأول مرة بدعموهم بعشرة بالمئة من سعر المنزل وخمسة بالمئة من المنازل الجديدة وخمسة بالمئة من المنازل القديمة أو المستخدمة أو الريسيل وفرض ضريبة إضافية بنسبة واحد بالمئة على أصحاب العقارات الأجانب الغير مقيمين في كندا الكونزيرفاتفز بدهم يخفضوا اللوائح للمساعدة أو القوانين للمساعدة على بناء منازل جديدة والحزب يحكي أنه سينفذ اقتمان ضريبي على البيوت الخضراء اللي هي فيها سيف انرجي للمساعدة على دفع تكاليف التجديدات الموفرة للطاقة ووعد الحزب أيضا بعفاء تكاليف التدفئة المنزلية من ضريبة السلاء اللي بندفع عليها اللي هي 13-15% نيو ديموكراتز بدهم يريدوا بناء نصف مليون وحدة سكنية بأسعار معقولة على مدى السنوات العشر المقبلة غاد مئة ألف اللي برال هون بدهم نصف مليون ومنح قروض مخفضة الفائدة قابلة للسداد من خلال مشاريع توفير الطاقة البلوك كيبيكواز بدها تمول الإسكان الاجتماعي في كيبيك لكنها ما قدمت خطة مفصلة لغرينز خلال عشر سنوات بدهم يسووا بس 25 ألف وحدة جديدة بأسعار معقولة وتجديد 15 ألف وحدة أخرى للإسكان وتشريع عمل تشريع للإسكان باعتباره حق إنساني أساسي محمي بالقانون لجميع الكنديين وتعيين وزير للإسكان البيبولز بارتي لم يصدر الحزب أي إشي بهذا الموضوع لكن مكسيم برنير اللي هو قائد هذا الحزب ألقى لهم على تكاليف السكن المرتفعة في مدينتي تورنتو وفانكوفر على أنظمة تقسيم المناطق وارتفاع مستويات الهجرة طبعا هذا الحزب هو ضد الهجرة والمهاجرين فلان نقطة اللي بعدها الثامنة اللي هي موضوع الهجرة هنحكي عنها الليبرال بيحكوا أنه يعمل الحزب أنه يرفع أصلا عدد المهاجرين الحزب الليبرالي وصل أكبر عدد مهاجرين خلال 2018 في تاريخ كندا بدهم يرفعوا العدد إلى 350 ألف بحلول 2021 وفرضت تدابير للقضاء على اللجوء السياسي وتنظيم مستشاري الهجرة الكندية الكونزيرفاتيب شدد على أهمية الهجرة الاقتصادية يعني الناس اللي معهم investment money عشان يجوا يسووا هون هجرة وإعطاء الأولوية للي عندهم اضطهاد حقيقي في دولهم كما يريد قمع المعابر الحدودية الغير قانونية اللي عم كتير ناس بتيجي من أمريكا وبدهم يوقفوا في هذا الموضوع وبدهم يخففوا من الرعاية الخاصة للاجئين وزيادة فحص اللاجئين قبل ما ييجوا فبدهم يضغطوا شوي على اللجوء الـ NDP ما حكى الحزب عن رقم محدد وعدد المهاجرين اللي بدي يستقبلهم بدهم يعالجوا تراكم الفايلات اللي موجودة وتحديد أولويات لم شمل الأسرة ويعد بتنظيم صناعة مستشاري أو تنظيم مستشاري الهجرة والتخلص من انتفاقية سيف تيرد بارتي اللي تمنع المهاجرين هلأ فيه اتفاقية بين أمريكا وكندا إذا انت عملت رفرجي كليم في أمريكا ما بتقدر تعملها في كندا بدي يمنعوها هاي عشان يقدروا يعملوا كليمز البلوك كيبيكواز بيحكي إنه الجمعية الوطنية في كيبيك هي اللي تتقرر مفروض عدد اللاجئين والمهاجرين اللي تقبلهم المقاطعة وليست الحكومة الفيدرالية كيبيكواز بمعفاة من قانون التعددية الثقافية وبدو يزيد هذا الموضوع مثل الحزب الوطني الديمقراطي اللي هو الانديبي بدو الغاء اتفاقية الدول الثلاثة الامنة ومنح كيبيكواز حق النقد أو الفيتو على القرارات الفيدرالية بطرد اللاجئين يعني إذا بدوهم يطردوا هذول اللاجئين رح يطردوهم معظم اللي بيجوا هلأ يا إما عن طريق البرتا وساسكاتشوان أو عن طريق كيبيكواز فكيبيكواز عندهم هاي النقطة الغريم بارتيز بدهم زيادة الهجرة إلى الأماكن التي لا يمكن أن تملأ فيها الوظائف الشاغرة يعني الأماكن الصغيرة أو المدن الصغيرة أن يبدأ مناقشة لاجئين مناخ اللي هو كلايمت ريفريجيز اللي عندهم مشاكل في دولهم بالكلايمت يعني مثلا صار عندهم مثلا المالديف هلأ المالديف عم بترتفع مستوى الماي فالجزر عم تغرأ ممكن يجيبوهم وأنه رح يسوو لهم ريال ستاتوس اسمهم لاجئين مناخ البيبولز بارتي بدو يقلل عدد اللاجئين إلى أقل عدد زيادة عدد القادمين من القطاع الخاص يعني اللي معهم فلوس وإعادة إعادة كل اللي بدهم أو اللي عبروا حتى إلى الحدود بشكل غير قانوني النقطة التاسعة اللي هم موضوع النيتف بيبل أو السكان الأصليين أو الاندجينيس بيبل الليبرال شدد على التزام الحزب الليبرالي بالاتفاقيات معهم وأضافت 4.5 مليار دولار من الميزانية في 2019 لخدمة السكان الأصليين منها معالجة التغارات في الرعاية الصحية خاصة للأنويت وتنشيط اللغات وإنشاء مجلس وطني للمصالحة مع السكان الأصليين كونزيرفاتيب قالوا أنهم حريصين للعمل مع السكان الأصليين ويعملوا موارد طاقة جديدة بدون تحديد أي آليات نيو ديمقراطس بدهم يضعوا خطة جديدة لعمل المصالحة معهم وسيشرف عليها مجلس وطني كامل جديد للمصالحة ويعد الديمقراطيين جدد أيضا أو يعيدوا برفع جميع النصائح الأموال المياه الشرب بحلول 2021 وهو هدف بتقاسمه مع الليبراليين طبعا موضوع الماء فيه مشكلة كبيرة عند الاندجينس ما عندهم مية نظيفة عندهم مشاكل فبضطروا أنه يغلوا المية وهذه مشكلة فضيحة في كندا دولة كندا من الدول اللي عندها مية عذبة من أكثر دول العالم اللي عندها مية عذبة لكن الاندجينس لأسف بعانوا من هاي المشكلة البلوكي بكواز ما نشر أي شيء عن الموضوع وقال إنها تطلق على نفسها حليفة الشعوب الأصلية والشعوب الاندجينس الاندجينس يعتقد أنه القانون الهندية والاندجين أكتس عنصري جدا ويلتزم بتفكيكه كما يريد إنشاء قانون لمحكمة على أراضي الشعوب الأصلية ومعاهداتها للإشراف على الدعاء والمفاوضات اللي بتقوم ووعدوا بمزيد من الأموال للتعليم وبقوموا أيضا بتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تحقيقات اختفاء النساء والفتيات من الشعوب الأصلية اللي قتلت أو طبعا هاي عنا مشكلة كبيرة في كندا عدد كبير عم بتزيد البيبولز بارتي بيحكي إنه خطوط الأنابيب الغربية ستقدم للسكان الأصليين فرصة ذهبية للتنمية الاقتصادية مع إنهم السكان الأصليين معارضين إلها ويلتزم أيضا بجلب المياه النظيفة المياه الشرب إلى المجتمعات السكان الأصليين وطرح فكرة تغيير أو الغاء الانديان لو أو الانديان آكت النقطة العاشرة اللي هي الوظائف موضوع الوظائف موضوع مهم جدا الليبرال بيحكوا إنه بدهم يخفضوا معدل البطالة طبعا معدل البطالة وصل إلى أقل معدل في في عدة سنوات تقل 30 سنة وبيبحثوا إنه آآ يزيدوا الحد الأدنى للوجور الكونزيرفاتيفز آآ بيحكوا إنه هو مدافع عن عمال النفط وبدو يزيد أعدادهم وبدو ينهي إرادات النفط الأجنبية اللي بتيجي على كندا وبناء خطوط أنابيب جديدة كما يريد تحسين الاعتراف بالاعتماد لتسهيل حصول المهاجرين على وظائف هاي مشكلة كبيرة اللي هي اعتماد الشهادات للدارسين خارج كندا النيو ديموكراس بدهم يرفعوا الحد الأدنى للأجور فيدراليا إلى 15 دولار في مقاطعات لحد هلا 11 دولار وبتعاهدوا على منصتهم بتوفير 300 ألف وظيفة عمل جديدة ما حكوا كيف لكن حظر التدريب غير المدفوع الأجر إذا لم يتم احتسابه كرصيد للمدرسة اللي هو فولنتير أو البلوك كيبيكواز تعمل على الاحتفاظ بالمكاتب الرئيسية للشركات الكبرى في كيبيك الجرين بيقترح إلى عمل ائتمان ضريبي للخارجين الجدد أو المهاجرين الذين ينتقلون إلى المناطق الريفية للعمل فيها الحد الأدنى بدهم يرفعوا برضه فيدراليا إلى 15 دولار وحظر التدريب الغير مدفوع رفع الحد الأدنى للمبالغ مقابل الإجازة إذا أنت بتشتغل أيام الإجازة بدهم يرفعوا والنظر فيه تنفيذ أسبوع عمل أقصر أربع أيام بدهم يسووه كما يريد إلغاء برنامج العمال الوافدة الأجانب اللي بيجوا بيشتغلوا هون مثل المكسيكان كتير بيجوا بيشتغلوا في الزراعة الفلبين بيشتغلوا في التمريض بدهم يلغيها البيبولز بارتي ما حكى أي شيء عن هذا الموضوع نهائيا النقطة اللي بعدها اللي هي إندستري رقم 11 الليبرال بارتي بيحكي أنه بدعم استراتيجية تصنيع تصنيع وطنية بدهم يدعموا الصناعة لأنه مهمة جدا في كندا الكونزيرفاتيب ما حكى إشي كتير عن هذا التصنيع متوقعين أنه يجي إشي جديد النيو ديموكراتس وضع استراتيجية خاصة بتصنيع السيارات عفوا بس دحرك حالي الموضوع كبير وضع استراتيجية خاصة في موضوع السيارات يريد الحزب أن يكون مية بالمية من المبيعات الجديدة من المركبات خالية من السي او تو أو السي او بحلول عشرين أربعين ويريد أن تبقى استراتيجية صناعة وطنية أو اقتصاد صناعي منخفض الكربون وبدهم يزيدوا مشاريع البنية التحتية وستخدام الصلب والألمنيوم الكندي الصنم بالنسبة لبلوك بكواز ما حكيش عن الموضوع لكنه دعا إلى برنامج لمساندة منتج اللحوم اللي اتضرروا من المشاكل مع الصين وخاصة لحوم الخنزير ولحوم البقر الكندي الغرين زيادة تصنيع الصناعة الخضراء أو الغرين اندستري اللي هي ما بتعمل تلوث للبيئة ويأمل طبعا لخلق آلاف الوظائف في توربينات الرياح والألواح الشمسية وغيرها من الصناعات الخضراء يريدوا توجيه جميع الصناعات إلى عمليات وممارسات مستخدمة لا تضر بالبيئة 100% صديقة للبيئة سيوفر حزب أيضا حوافز اللي بيصنعوا سيارات كهربائية أو سيارات هاجينة البيبل بارتي لم يصدر أي شيء بهذا الموضوع النقطة 12 اللي هي اتفاقية النافتة أو الـ North American Trade Agreement تغير اسمها الآن بس الليبراليين طبعا قدموا بعض التنازلات عشان يزيدوا فرصة الوصول إلى أسواق الألبان والدجاج والبيض الكندي لكنهم في النهاية وقعوا اتفاقية بين كندا وأمريكا ومكسيك بهذا الشأن الكنزرراتيف طبعا اشتكوا كثير على هذه الاتفاقية ويحكوا أنها مش كويسة خاصة أنها أثرت على منتجي الأخشاب والألبان وإذا تم انتخابهم فهم حكوا لن يعيدوا فتح الاتفاقية لأنه موضوع صعب جدا خاصة مع أمريكا النيو ديموكراتس بيحكوا أنهم يؤيدوا التغييرات اللي صارت وبتمنوا أنه يوافق عليها الكونغرس لأن الكونغرس لسه موافق عليها بلوك كيبيك واز وصفوا أنها أسوأ اتفاقية ممكنة وحكوا أنه تهموا الليبراليين أنهم ضد مزارعي الألبان في كيبيك وكانوا هدول ورقة مساومة يريد الحزب تقديم مشروع قانون لمنع التخفضات في إدارة الإمدادات في المستقبل القادم لغرين حكوا أنه ممكن يعيدوا التفاوض بشأنة اتفاقية مع نورث أمريكا وأنه الموضوع صعب كتير سعيد لرؤية إدارة الإمدادات أن تأتي خلال مفاوضات لكنه شعر بخيبة أمل ولم يتم القضاء عليها بالكامل أو على المشكلة بالكامل يعني ما عندهم استراتيجية واضعة نقطة الثلاثاش اللي خطوط الأنابيب أو خطوط أنابيب النفط تصدير النفط في كندا معظم النفط موجود في وسط كندا فبيحتاجوا إلى خطوط أنابيب تصل إلى المحيط الليبرال طبعا بدعموا الخط اللي هو كيستون بايبز ومشروع الغاز الطبيعي المسال اللي بيمتد إلى ساحل البي سي وخط أنابيب الترانس ماونتن اللي اشترون مقابل 4.5 مليار دولار لكنهم ألغوا خط الأنابيب البواب الشمالية وغيروا قواعد خط أنابيب شرق الطاقة مما أدى إلى التخلي عن المشروع نهائيا الكنزيرفاتف بدهم يوسعوا قطاع النفط والغاز في كندا وبناء خطوط أخرى لتكون في مصلحة العامة وهذه الخطوط التي يجادل بها ستجعلهم يبنونها بأسرع وقت سيلغي التشريعات الحديثة التي تقيد حركة التنقلات النفط في شمال بريتش كولومبيا نيو ديوموكراتز عرضوا مشروع الترانس ماونتن وحكوا أنه مستقبل الطاقة لا يشمل الوقود النفط النفطي أو الوقود الإحفوري البلوك كيبيكواز يعرضوا الحزب يعرض الحزب أي خطوط أنابيب بتمر في كيبيك خاصة الانرجي إيست لاين وخط الأنبيب المقترح اللي بمر في كيبيك مرة تانية اللي بسموه ترانس كندا وألغي طبعا في الفين وسبعة عشر الجرين بعرض أي خط أنابيب يحمل مادة القار المخففة ويريد أن توقف كندا عن إنتاج النفط كامل بحلول عشرين خمسين حتى ذلك الحين الحزب يريد إيقاف أي واردات للنفط الأجنبي ويستخدموا النفط الكندي في كندا البيبولز بارتي بدعموا إنشاء خطوط نفط جديدة بالنسبة للنقطة 14 اللي هي الأعمال الصغيرة والسمول بزنسز اللي بيحكوا إنه بدهم يقدموا مبالغ نقدية أو مساعدات نقدية لأصحاب المشاريع وإنشاء شركات ناشئة إلغاء ضرائب رسوم السحب من الكريدت كارد اللي بيدفعوها أصحاب البزنسز الكنزيروفيتز وعدوا بالإبقاء على معدل ضريبة الأعمال الصغيرة 9% نزلوها الليبرال في الحكم تبعهم يقترح الحزب أيضا تخفيض معدل ضريبة من 5 إلى 15 لشركات التكنولوجيا الخضراء نيو ديموكراتز خططهم للعقارات الدوائية الشاملة من شأن هنتوفر أموال للشركات الصغيرة وفوايد كثيرة سيبقى معدل ضريبة الشركات الصغيرة 9% البلوكي بيكواز لم يصدر الحزب الكثير من السياسات بهذا الشأن لكنه قال أنه برغب بزيادة الاستثمار خاصة في المناطق الريفية لتجيع المزيد من الناس على البقاء والانتقال إلى هذه المناطق طبعا الحزب عنده شعار أنه الحزب من أجل الشركات الصغيرة ويريد وضع قانون من شأنه يجبر الحكومة على النظر في تأثير جميع التشريعات المستقبلية على الشركات الصغيرة ويقترح الحزب صندوق اسمه لمساعدة الشركات الناشئة في مجال البيئة بالنسبة للبيبولز بارتي ما نشر أي شيء عن هذا الموضوع النقطة 15 اللي هي الضرائب وهذا مهم جدا الليبرال بيحكوا أنه في عام 2015 أضافوا شريحة ضريبية جديدة إلى الأولئك اللي بحققوا أكثر من 200 ألف دولار وزادوا عليهم نسبة الضريبة بينما انخفض معدل الضريبة على الدخل اللي هو أقل أو بين 45 ألف وتسعين ألف دولار من 22% إلى 20.5% المحافظين وعدوا أو الكونزيرفاتيب وعدوا بتخفيض الضريبة كاملة وبيحكوا أنه بدي مخفضوا الضريبة اللي عندهم أقل من 47 ألف دولار و 630 دخل سنوي من 15 إلى 13.75% يعيد الحزب بحياء اعتمادات النقل العام اللي هو public إذا بتطلع في الباص بيرجعو لك جزء منها لياقة الأطفال اللي هم الاكتيفيتيتيتز تبعات السبورت وضرائب الفنون اللي هي الاكتيفيتيتز تبعات الرسم وأعتقد في ضرائب الأطفال اللي حكوا بدي يعيده ألف أبتو ألف دولار وبالآة رح يعيده 500 النيو ديوميكراتس حكوا أنهم بدهم أو الانديبيز دفع المزيد من ضريبة الدخل على الأرباح في الأسهم وبيع الأقارات إذا أنت عندك أرباح في بيع الأقارات رح تدفع أكثر ضريبة رفع أعلى معدل لضريبة الدخل الشخصي من 33 إلى 35% وفرض ضريبة على الثروة بنسبة 1% على الناس الأثرياء اللي بيحصلوا على أكثر من 20 مليون دولار بالسنة البلوك كيبيكواز بدها تريد الكتلة من حكومة كيبيك جمع ضرائب الدخل الفيدرالية يعني الآن أنت لما بتكون عايش في كيبيك بتفيل 2 فايل واحد لكيبيك وواحد للفيدرال هم بدهم يسووا بس لكيبيك بدون الفيدرال وبدهم يفرضوا ضريبة على عمالقة الإنترنت زي نتفلكس فيسبوك سبوتفاي و جوجل لغرينز بدهم زيادة معدل ضرائب الشركات من 15 إلى 21% تطبيق ضريبة الشركات على شركات تكنولوجيا نفس الإشي جوجل نتفلكس فيسبوك اير بي ام بي وإيجاد فرص لفرض ضريبة على العملات المشفرة البيتكوينز والشغلات هاي البيبولز بارتي بدهم فرض ضريبة دخل فيدرالية مبسطة من فئتين مثال الميت ألف ما أعلى وميت ألف فما أدنى الميت ألف فما أدنى بدفعه 25% وانتهى الموضوع بالنسبة للنقطة 16 اللي هي التقنية أو التكنولوجي الليبرال تعهدوا بتقديم 6 مليارات دولار لوضع انترنت فائق السرعة في كل مكان في البلاد بحلول 20-30 وتدرس تخفيض فواتير الكهرباء الهاتف الخلوي والانترنت حكينا في حلقة كاملة عن هذا الموضوع انه احنا بندفع من اغلى دول العالم اه للانترنت والهاتف الخلوي وعدوا انه مخففوا اه وعد اه قد تعطي اعادة كتابة اه توجيهات اه وتجية بشدة المزيد من المنافسة لخفض اسعار الهواتف الانترنت الكونزيرفاتيبز ما حقوا اشي كبير بس برضو بدهم ينزلوا اسعار الانترنت والسيل فونز برضو بيحكوا انه بدهم يحطوا حد اقصى للسعر على اه خطوط الهاتف الخلوي وفواتير الانترنت ووضعها حول المتوسط العالمي اه لبلدان اه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اه كما بدهم يوفروا خدمة الانترنت تعالية السرعة في مناطق اه الشمال خاصة اه في كندا ويقولون انهم سيضطرون اه شركات الهاتف الى وضع خط خطط اساسية على غرار اسعار اه عالمية في دول اخرى البلوكي بيكواز بده الحزب وصول اكبر اه للجميع على الانترنت عالي السرعة قبل عشرين تلاتين اه هذا الحد الوقت اللي حدده الحزب الليبرالي وطبعا اصعر افضل على اسعار الخلويات او في انحاء البلاد وحكوا ان المناطق الريفية بتعاني اه خاصة في مقاطعة كيبك وعندهم صعوبة في اه العمالة نتيجة ذلك فبدهم يحاولون انهم يزيدوا الانترنت اه سيبدهم يفرضوا ضريبة على حكينا عمالة قد التكنولوجيا الجرينز بدهم يخفضوا اسعار الهواتف المحمولة والانترنت وبدهم يوقفوا ما يسموا احتكار الاتصالات في كندا وبدهم اه يعملوا في زيادة المنافسة من خلال فتح السوق لشركات اه الخلويات الكندية الجديدة وبدفع الحزب على ايضا الى بنية تحدية جديدة اه اه انترنت سارع عالي السرعة في الاماكن اه بعيدة في كندا البيبولز بارتي بحكي مزيد من المنافسة من الشركات الاجنبية سيساعد الى خفض الاسعار بس ما حقاش تاني النقطة 17 ويمكن هي الاخيرة اللي بنا نحكي عنها اه في نقطة تيم بده احكي لكم عنهم بعد النقطة 17 خليكم نهاية الفيديو وسائل النقل اه طبعا الليبرال بيحكوا انه بدهم يزيدوا الاعانة اه للمركبات اه ذات الانبعاثات اه الصفر او تقديم تمويل كبير للنقل العام في كندا ودعم المترو في مونتريال وفي مدينة اه او المرور في مدينة كيبك الكونزيرفاتيب بدهم اه يغلقوا الفجوة بين السيارات التقليدية والكهربائية وتعاهدوا باحياء اعتمان ضريبي للنقل العام نيو اه نيو ديموكريتكس او اندي بي بدهم يزيدوا اساطيل العبور بالكهرباء بحلول 20-30 والعمل مع البلديات في اه نهاية المطاف لجعل الرحليات خالية من الاجرى نهائيا بدهم يعملوا فري ببليك ترانسبورت زي بعض الدول الاوروبية اه بيحكوا عدول انه سيتنازلوا عن الضريب الفيدرالية عن المركبات التي لا تحتوي على اي انبعاثات مضادة للبيئة يعني اللي هو جرين كارز وبعده ايضا اه باعادة تأسيس خدمة الحافلات الريفية اللي الغتها اه شركة اه غري هوند البلوكي بيكواز بيحكوا انهم بدهم نقل جميع وسائل النقل المكهربة عبر البلاد او القطارات اه القطارات الكهربائية بدهم اعادة استثمار ضخمة في مجال النقل طبعا مشكلة كبيرة بالبيئة انهم اه جميع السيارات تصبح كهربائية بحلول عشرين ثلاثين وانت استثمر في شبكة وطنية حتى تمكن هذه المركبات من الوصول الى جميع انحاء البلاد يعني اماكن اه تزويد كهرباء يعني محطات تزويد كهرباء ومحطات بدل بنزين محطات كهرباء يريدوا اعادة الاستثمار في انظمة السكك الحديدية في الكندا والعمل على زيادة سرعة القطارات البلوك بارت البيبولز بارتي ما اصدر اي شي بهذا الموضوع لكنه يعارض الاعانة المقدمة من المركبات الخالية من الابتعاثات اه مدعيا ان الناس اللي بشتروا هم من الاغنية زي تسلا وغيرها مع انه في سيارات ارخص اه لكن هو بعتبر انه البشتروا هاي السيارات هم الناس الاغنية طبعا هون ما حكينا عن اه بعض الشغلات اللي اه ما اعلن عنها اه نقطتين السياسة الخارجية والدفاع اه لم يكن يعلن عنهم بعد ممكن يعلن عنهم مستقبلا لكن هنشوف الموضوع بدي اشجعكم جميعا انكم تدخلوا تحضروا الليدرشيب ديبيت ما بين هدول البرتيز رح يكون الانجليش ديبيت يوم مندي اكتوبر سبنته السابع من شهر عشرة اه الفين وتسطعاش من الساعة سبعة للساعة تسعة مساءا بتوقيت اه تورنتو اوتوا ومونتريال اه الفرنش ديبيت رح يكون او الخميس اكتوبر تنث بعد ثلاثة ايام الفين وتسطعاش بين الساعة تبنية للساعة عشرة بنفس توقيت اوتوا تورنتو مونتريال اه ممكن تحضروا على اي شبكة تلفزيونية موجودة وان شاء الله يكون اه الملخص الطويل هذا طبعا هذا العمل اخذ مني حوالي اسبوع اه موضوع مسهل لكن ان شاء الله تكونوا استفدتوا ووصلت كل معلومة كاملة وسلام ان شاء الله نراكم في الانتخابات اذا اعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة